انا يفسي غامر. يعني 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 الطبيعي اللي عنده ان هو ممكن هيلعب تقريبا ممكن تقول التشكيل اللي هو لعب ديه في في السنغال في قدام السنغال في الناي ممكن يبقى بنسبة كبيرة موجود يعني حتى انا قلت ممكن يبقى تريزيمة كان آآ مرموش بتاعه. طيب هو ابو جبل. بص. لو سألتني. اصلا بو جبل اللعب المطشي الاخير يا. لو سألتني. هو صاد ضرب الجزاء ومستديو من ايه. اه نفسيا قدام قدام. لعبت السنغال. لعب ابو جبل. اه لعب ابو جبل. انت لعب مطشي. نفسيا. نفسيا. اه عشان اللعيبة تكون محدودة منه يعني. انت شفت. ادور مندي حتى سلم عليه. شفت رد فعل. ونظرات اعجاب. لعبت السنغال بعد المباراة لابو جبل ازاي. هو قد مباراة العمر. فانت نفسيا آآ آآ ابو جبل يبقى افضل المباراة دي. الشناوي الفترة الاخيرة احنا كان عندنا بعد البطولة كنا فرحانين. عارف ان عندك حرسية اتنين كويسين. وبقاعد متحير. في ان اختار منهم فوق مش فاقفر معي. لعبت ابو جبل فانواصل منه جدا جدا جدا. الشناوي رجع فهو كان هو حرس. خلقكم فعونه بصراحة. لكن في الاخر احنا احنا بعد ما رجعنا بالسنغال. لا احنا عم احنا حال الشناوي. والله يا سيزاعة فانا. خلقكم فاونك روش ليه. لو الشناوي لعب. وحصل غلطة. الجمهور يقولك يا رجل تلعب الشناوي. انت ما لو لعب ابو جبل. وابو جبل عمل غلطة. يقولك يا عم الشناوي ده نبرة واحد. ترجع لرقم واحد. اه. انت ما ترجع لرقم واحد. انت هتوقع التألف. والله العظيم. انا متأكد. هو ده التفكير يعني. انت كمان. فربي يوفى اي واحد فيه. يا رب ان شاء الله. ده اللي ان انا بنظر ربنا سبحانه تعالى ان الاتنين اللي يلعب فيهم يكون موافق. اذا اقولك كمان. النقطة اللي اقولها ايه. انه احنا بعد ما رجعنا من الكاميرون. وماتش النهائي. احنا رجعنا عندنا الشناوي. وابو جبل. ما رجعوش بنفس مستواه. يمكن فترة بدأوا يرجعوا. ده اللي قلقني. يعني احنا كنا رجعين عارف فرحانين. انا عندي جون. اتولد من جديد. ويأكد ان هو لو يلعب في اي وقت متقلق. ويقدم بطولة تاريخية. صحيح. والشناوي انه يرجع نفس ده. النهاردة لما رجعنا. تقريبا احنا كن. تقريبا ماتشهم. كان ماتش. يعني الموضوع الماتشوفت اللي لعبوها الاتنين. مم. تسد شباقهم باهداف. وجزء من الاهداف دي كانوا مسؤولين عنها. صحيح. وكمان انه الاهل والزمالك على مستوى الفرقية. خدوا هزيم على ملعبهم. عارف ايه انت كنت الاول في دور المجموعات. انت انت. فنفسه ده ده اللي يقلقك. لكن.